عن اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق هذا اليوم بإذن الله تعالى لعل لكم لمحة عن فضل التبرع بالدم من منظور شرعي لا شك أن التبرع بالدم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهو نوع من أنواع الصدقة فلا شك أن التبرع بالدم فيه إحياء لحياة الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهي أيضا نوع من الصدقة ونوع أيضا من تفريج الكربات ونبينا عليه الصلاة والسلام قال من فرج كربة عن أخيه في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة فإضافة إلى أن فيها أحياء للناس وخاصة أن من يصاب ببعض الحوادث أو غيرها فيحتاج إلى الدم فيتبرع هذا الشخص لشخص محتاج لهذا الدم فلا شك أن فيه فضل عظيم وفيه أجل عظيم أضف إلى ذلك أن التبرع إذا كان أيضا لقريب فإنه يكون أيضا إضافة إلى أنه يتصدق بدمه أيضا يكون صدقة وصلة فلا شك أن المسلم عندما يتبرع بدمه فيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه من أفضل الأعمال التي يقدمها المسلم أضف إلى ذلك بأن التبرع بالدم أيضا ذكر الأطب بأنه له فائد أيضا لجسم الإنسان وذكروا فوائد عديدة بما يتعلق بالتبرع بالدم فعموما على المسلم أن يبادر بالتبرع بالدم إذا كان خاصة هناك حاجة إذا احتاج مسلم أو احتاج إنسان إلى هذا الدم فإن عليها أن يبادر إذا كان هذا الدم يطابق لهذا المريض فلا شك أن المسارعة في مثل هذه الأعمال من أفضل الأعمال وأفضل القروبات لله سبحانه وتعالى طيب يا شيخ هل يجوز أخذ مقابل على التبرع بالدم أجمع الفقهاء إلى عدم جواز بيع الدم لا يجوز بيع الدم ولذلك أيضا المجامع الفقهية حرمت ذلك وبيّنت ذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم الدم حر ما عليكم الميتة والدم ولذلك جاء في الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن وعلى ذلك نقول بأن من يريد أن يتبرع بالدم فإنه يحتسب ذلك ويحتسب هذا التبرع عند الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر أنه لا حرج لو أنه وضعت مكافئة لمن تبرع بالدم ويكون هذا أو تكون هذه المكافئة تشتيعا له هناك الحمد الدولة تضع بعض الحوافز لمن يتبرع بالدم ومن يتبرع بالدم هو لا ينظر إلى هذه الحوافز ولكن هذه أيضا حوافز تشتيعية فلذلك نقول لو أن شخصا تبرع بدمه ثم من أخذ هذا الدم أعطاه هبة أو أعطاه هدية فلا حرج في ذلك لأنه لم يشترط قبل تبرعه بالدم لم يشترط على ذلك الشخص بأن يعطيه مقابل على ذلك وعليه نقول أن الأصل هو عدم جواز بيع الدم وما يتعلق بالهدية إذا أعطي هدية أو أعطي مقابل بعد ذلك وهو لم يشترط فنقول لا حرج في ذلك طيب يا شيخ بارك الله فيكم هل التبرع بالدم بين الجنسين ينشر الحرمة وهل يجوز يتزوج من يتبرع لها بالدم لا الصحيح أنه لا ينشر الحرمة بل لا حرج لو أنه تبرع بدمه لامرأة وهي لم تتزوج فلا حرج لو أنه تزوجها بعد ذلك لأنه لا ينشر الحرمة ينتشر عند بعض العامة أنه من يتبرع بدمه لامرأة فإن هذا الدم الذي تبرع به فإنه ينشر الحرمة بينهما وأنه لا يجوز أن يتزوج بها وهذا غير صحيح بل التبرع بالدم يجوز للرجل أن يتبرع بدمه لزوجته فهل إذا تبرع لزوجته تحرم عليه؟ نقول لا فالمقصود أن التبرع بالدم لا حرج فيه إنما الذي ينشر الحرمة هو الرضاعة الرضاعة في الحولين في السنتين الأوليين إذا رضع خمسة رضاعات مشبعات فإنه ينشر الحرمة في هذه الحالة أما ما يتعلق بالدم فلا ينشر الحرمة ترجمة نانسي قنقر